بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تعثر الغزو الروسي لأوكرانيا وتكبدها خسائر فادحة يصبح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي هدفا رئيسيا للقوات الروسية لمحاولة السيطرة على أوكرانيا تقرير بريطاني يقول مجموعة فاغنر الروسية مكلفة باغتيال زيلينيسكي لمتابعة ما يتعلق بهذا الموضوع أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية قالت الحكومة البريطانية أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة كلفت باغتيال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس وتضمن بيان الخارجية البريطانية عقوبات جديدة على أفراد وكيانات روسية جديدة بما في ذلك فاغنر حيث أوردت الحكومة أن مجموعة المرتزق الروسية كانت مكلفة باغتيال زيلينيسكي ولم تقدم الحكومة البريطانية أدل أو تفاصيل أخرى في البيان الذي أعلن عن ضم 65 كيانا وفردا روسيا لقائمة العقوبات وذلك ردا على غزو الكريملين لأوكرانيا وخلال الأسابيع الأخيرة أبدى مسؤولون بريطانيون قلقهم بشأن سلامة زيلينيسكي وسط الحرب في أوكرانيا حيث تتحدث تقارير إعلامية عن محاولات لاغتياله في فبراير الماضي أفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن 400 عنصر من مرتزقة فاغنر الروسية يتواجدون في العاصمة الأوكرانية كييف بهدف اغتيال الرئيس زيلينيسكي تمهيدا للسيطرة على كامل البلاد وتقول الصحيفة أن عناصر مجموعة فاغنر لديها أوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصفيد زيلينيسكي و23 شخصية حكومية أخرى للسماح لموسكو بالسيطرة على جارتها الواقعة بأوروبا الشرقية وبحسب صحيفة ولستريت جورنل فإن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات على مجموعة فاغنر التي يتهمها بأنها قوة بالوكالة عن وزارة الدفاع الروسية ونفى الكريملين مرارا أي صلاة رسمية بالمجموعة مجموعة فاغنر شبه العسكرية هي شركة خاصة توظف مقاتلين في صراعات أهلية حول العالم وتنشط في أوكرانيا منذ عام 2014 لدعم العناصر الانفصالية المولية لروسيا في منطقة دونباس الشرقية كما سبق لها التواجد في الصراعات داخل دول عربية وقال مصدر مطلع على أنشطة مجموعة فاغنر لصحيفة التايمز إنما بين 2004 ألف مرتزق وصلوا بالفعل إلى أوكرانيا خلال شهر يناير الماضي حيث انتشر البعض في المنطقتين الانفصاليتين دونيستيك ولوهنسيك فيما دخل ربعمية آخرون من بيلاروس وشقوا طريقهم إلى العاصمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بيوم واحد قال اثنان من كبار المسؤولين الأمنيين الأوروبيين لصحيفة نيويورك تايمز إن المرتزق الروس من ذوي الخبرة في القتال في سوريا وليبيا تسللوا سرا إلى المنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا وفي مطلع مارس أفدت التايمز بأن الرئيس الأوكراني نجى من ثلاث محاولات اغتيال على الأقل وذكرت الصحيفة اللندنية أن موسكو أرسلت مجموعتين مختلفتين من مرتزقة فاغنر المدعومة من الكريملين والقوات الخاصة الشيشانية لقتل الرئيس الأوكراني وأشارت إلى أن مرتزقة فاغنر في كييف تكبدوا خسائر فادحة خلال محاولتهم اغتيال زيلينسكي لدرجة أنهم انزعجوا من مدى دق التوقع الأوكرانيين لتحركاتهم في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم حول هذا الفيديو والمعلومات الواردة فيه من خلال الدولة البريطانية وأن هناك مجموعة من فاغنر الروسية مكلفة باغتيال الرئيس الأوكراني زيلينسكي كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة